ما يميز هذه الثورة أن المد الثوري ونفس الثورة ظل متواصلا ومستمران في أكتوبر بمجرد ما أعلن الجيش بأنه رجع للسكنات الناس رجعوا البيوت وقعدوا باعتبار المهمة قد انجزت ولكن يتضع أن المهمة لم تنجز وسرقت الثورة في أبريل 1985 بمجرد ما تم إعلان إسقاط إعلان تشكيلة المجلس العسكري ومجلس الوزراء رجع الثورة إلى منازلهم باعتبار أن المهمة قد انجزت بينما لم تكن المهمة قد انجزت كانت الثورة قد سرقت ولكن اليوم الثورة لا زالوا مستمرين في الثورة والثورة قد سرقت لكن القوة الثورية الدافعة لا زالت مستمرة وعليها يقع مناط تصحيح مسار الثورة وذلك ما يحصل وعندما تسرق الثورة لا تسترد إلا عبر الثورة وليس عبر المحاسصات وليس عبر المفاوضات تسترد الثورة عبر الثورة الوضع الراهن الذي نعيش فيه هو وضع مترجرج غير مستقر وهو وضع خطير للغاية يمكن أن يؤدي إلى انهيار مؤسسة الدولة كما يمكن أن يؤدي إلى الخروض من هذه الأزمة بدولة متماسكة منحازة للثورة وللثوار وللشعارات الثورة المجيدة والاحتمال الآخر يمكن هذا الوضع أن يفضي إلى دولة شبه متماسكة يبرز فيها تنظيم سياسي عبر المؤسسة العسكرية وعبر باقي التشكيلات العسكرية ويسيطر على الدولة في الأوضاع العادية تكون هناك حكومة ويكون هناك رأي عام والرأي العام هذا حتى لو كان معارضا أو مؤيدا يخرج في مظاهرات يخرج في مسيرات لكن اللحظة التي يصل فيها الاستخطاب مرحلة أن تقوم الحكومة أو جزء من الشقة الحكومي نفسه بتشكيل في جمعات جماهيرية موازية هنا تكون الوحدة الوطنية قد وصلت إلى مرحلة من الخطورة لا تقبل أبدا إلا التدخل العسكري وهنا أذكر المشاهدين بأنه الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قامت المظاهرات والاعتصامات ضده وهذا شيء مشروع لكن ما برر دخول الجيش هو اللحظة التي قام هو بجانبه كحكومة بخلق استفاف استقطابي موازي وبالتالي أصبح هناك ما يهدد الوحدة الوطنية الوضع الذي نحن نشير فيه هناك قوة تحاول أن توصل الأمور إلى قمة الأزمة الكلايمكس بتاع الأزمة ذروة الأزمة وهذه القوة هي المجلس العسكري وفنه لنظام البايد وماليشيا الجنجويد ومجموعة من التشكيلات العسكرية التي كسبها المجلس العسكري إلى صفه والوضع هذا وضع خطور تبتكم في أنه أي قوة سياسية الآن لديها قبضة على الجيش والاستخبار يمكنها أن توصل تساعد في أن تصل الأمور مرحلة قريبة من الانهيار هنا ستتلخص أشواق الشعب في أنهم دائرين دولة دائرين دولة والسلام دائرين دولة تحافظ على الاستغرار على الوضع بصرف النظر عن توجهاتها يمكن لهذا التنظيم مهما يصغر حجمه طالما عنده درجة عالية من الاندبار وعنده اختراق للجيش والاستخبار يمكن لهذا التنظيم أن يأتي الخطأ الحاسم الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة وفي الواقع ليس خطأا واحدا هم خطأان الخطأ الأول عندما تحركت مجموعات الهبوط الناعم داخل تجمع المهنيين في ديسمبر 2018 عندما تدخلت وتحركت بتنسيق تام مع قوة أجنبية حتى يقوم تجمع المهنيين بتوسيع معونه لاستيعاب القوة السياسية القوة السياسية المتناحرة والمتناقضة وبعضها لم يكن جزءا من الثورة والأمن نسبة قوة الهبوط الناعم اختلفت في تشكيلتها لكن قوة الهبوط الناعم في ذلك الوقت تلك القوة السياسية التي كانت تبني حساباتها على أن تخوض انتخابات في ظل عمر البشير في ظل لجنته الأمنية في ظل جهاز الأمن في ظل كل تشكيلة المؤتمر الوطني البائد ده الخطأ الأول عندما تحركت عبر عناصر داخل تجمع المهنيين وخانت الثورة ذلك لأن الشعب هو شايف للحزاب التف حول تجمع المهنيين الخطأ الثاني عندما قبلت أنت تفاوض مع اللجنة الأمنية للرئيس المخلوع عمر البشير الصنوكتين حنتفاوض مع برهان ما نتفاوض مع عمر البشير كان ما نتفاوض مع معروف أو ابن عوف الصنوكتين حنتفاوض مع ناس الإنقاذ ما نتفاوض مع الرئيس الكبير بدا عمر البشير هذا بالرقم أن الاعتصام كل القوى الثورية الشباب كانوا يهتفوا إلى أن تتقرح ناجرهم مدنية 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 هذان هما الخطأان الأساسيان الذان أو دياء بالسودان إلى هذا الوضع الذي وصفته بأنه مترجرج ويمكن أن يقود إلى كارثة تتمثل في انهيار مؤسسة الدولة ذلك إذا لم نتدبر هذا الأمر بحكمة وبثورية بحكمة لكن بثورية أيضا ما هو المطلوب من مليونية 21 أكتوبر أولا هذه المليونية ينبغي أن تتمسك بالشعارات الأولى بالمدنية بالمدنية أولا وثانيا بأن تسقط أي تشكيلة أي تشكيلة تشتمل على عناصر النظام القديم تسقط ثاني وثالث ورابع أي أن يتم إسقاط هذه المجموعة الحالية متمثلة في قوى الهبوط الناعم المشاركة في حكومة عبدالله حمدوك ويسقط مجلس السيادة كما هو وده بنصليه بالآتي بنصليه ببساطة بأنها نرجع تاني للمنصة وللقاطرة الحقيقية التي قادت الثورة وهي تجمع المهنيين زائدا لجان المقاومة على أن يشرعوا الجسمان بمعنية رئيس الوزراء في تشكيل المجلس التشريعي الآن فورا بعد واحدة شراء أكتوبر في ظرف أسبوع يتم تشكيل المجلس التشريعي من قوى الثورة على هذا المجلس التشريعي أن يشكل الحكومة الجديدة ويتم حل مجلس الوزراء حل مجلس السيادة ونواجه النظام القديم فيما يتعلق بالتفكيك التمكين التمكين لا يمكن أن يتم تفكيكه مركزيا التمكين يتم تفكيكه موضعيا كيف إعادة جميع المفصولين للخدمة المدنية ولو كان الواحد عمره تزعين سنة وماشي يرجع تشايلينه بينك يخدوه سي التشور وينزوله المعاشي بعد ما يرجعوا لي اعتباره لما ترجع الخدمة المدنية الخدمة المدنية لما يرجع موظف وطني فصل للصالح العام ويقعد معي أنا الموظف الذي نلت وظيفتي بالتمكين هو بيعرف تماما من الفاسد في المكتب ده ومن ذلك تتشكل لجان تفكيك التمكين داخل مؤسسات الدولة وبالمثل الخطوة المتزامنة مع هذا تكون إعادة المفصولين سياسيا لجهاز الشرطة ثم إعادة المفصولين سياسيا لجهاز الأمن والجيش هذه قرارات على رئيس الوزراء أن يقوم بها ولهذا علينا أن نقول واضحين على الجماهير أن تكون واضحة نحن طالعين ضد فلول النظام ممثلين في المؤتمر الوطني ومنسوبي المؤتمر الوطني في الخدمة المدنية في الجيش في البوليس في الأمن وفي الماليشيات تحت الجنجويد يقول لنا إحنا ماشينا نصور ضدها ونشوف البنتصر وضد القوة السياسية التي تناسلت عن المؤتمر الوطني بجانب كلها هؤلاء هم الفلول ثم بعد ذلك ماشينا نصور ضد قوة الهبوط الناعم التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة وخانة الشعب وخانة الثورة وراضية بأن تتعامل مع فلول النظام لأنها كانت تعول على انتخابات عشرين عشرين هذا هو الواجب وهكذا تتواصل الثورة وإنها ثورة حتى المصر